كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات نازحين بما أربع أن أكثر من 13 ألف أسرى نازحة تضررت جراء الأمطار والسيول والعواصف الرعدية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الباضية وقالت الوحدة التنفيذية في تقرير إن الإحصائيات الأولية لديها تشير إلى تضرر 2500 و77 أسرى نازحة في المحافظة بشكل كلي وأكثر من 10 ألف أسرى نازحة بشكل جزئي جراء الأمطار والسيول والعواصف الرعدية التي شهدتها محافظة بارب منذ يوم الأربع الماضي